مساء الرقم 3 بيقولي درجة حرارة الفيدووتر 34 درجة طالب مني ايه ويهي بتاعة البولا طيب قانون بتاعها بيساوي ايه بتساوي مضروبة في الانصالبي بتاعة ناقص الانصالبي بتاعة ما ثم على اللي تنتهيت عند درجة سلسلس اللي هي الفين ميتين سبعة وفمسين كيلو جول لكل كيلو جرام طيب اول حاجة اللي هي بتساوي الماس بتاعة على الماس بتاعة اللي استخدم يبقى الالفين كيلو جرام على الميتين وخمسين يبقى تمانية كيلو جرام ستين لكل كيلو جرام في يول بعد كده عايز تجيب ال H بتاعة الستيم هتساوي ايه هتساوي ال هنا مديني يبقى هتساوي ال HF عند الضغط اللي هو بتاعي بتاعة الستيم 11.284 زاد اللي تنتهيت عند الضغط ده مضروبة في ال X اللي هي تخش عند الضغط تجيب ال H F هتطلع تقريبا ب 786.5 زاد اللي تنتهيت عنده هتطلع ب 1900 94.8 و Drainis Fraction اللي هي 95 تقدر تجيب ال HF بتاعة الستيم لها تطلع تقريبا 2600 31.5 كيلو جول لكل كيلو جرام و عشان تحسب الانصال بتاعة الفيدووتر يبقى هتساوي ال C بتاعة الميا اللي هي 4.18 في درجة حرارة الفيدووتر اللي هي 34 درجة سليزيوس تطلع معك ان ال H بتاعة الفيدووتر ب 1 4 2 3 5 كيلو جول لكل كيلو جرام تقدر بعد كده تروح تعوض في القانون يبقى W اللي هي تمانية في الانصال بتاعة الستيم الين ستمية واحد وتلاتين ونص ناقص الانصال بتاعة الفيدووتر يبقى 142.35 على اللي تنتهي عندي مية درجة اللي هي 1257 تقدر تجيب الافابوريشن او الاكوفيلانت افابوريشن اللي هتطلع تقريبا بتساوي 9 كيلو جرام ستم لكل كيلو جرام في بعد كده تطالب مني البيولر افشانسي كفاية البيولر هتساوي ايه هتساوي الWE في الانصال بتاعة الستيم نقص الانصالبي بتاعة الفيدووتر على الكالوروفيك فاليو بتاعة الفيل بتاعي يبقى بتساوي الWE حسبناها بتمانية في الانصالبي اللي احنا حسبناها بالفين ستم واحد تلاتين ونص نقص الانصال ببتاعة الفيدووتر ايه مية اتنين وعربعين فاصلة خمسة وثلاتين على الكالوروفيك باليو اللي هي تسعة وعشرين الف ستم تسعة وعشرين الف ستم مية تمانية وسبعين تقدر تحسب البيولر تقريبا بثمانية وستين فاصلة خمسة واربعين المية وده مطلوب اتنين